أصدرت النيابة العامة في روسيا تحذيرات من أي تظاهرات إثر وفاة المعارض أليكسي نافالني طلبت الخارجية الروسية من الولايات المتحدة والدول الغاضبة أن تنتظر نتائج الطبيب الشرعي بشأن وفاة نافالني قال الكريملين إن مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بالوفاة نزيد حول هذه المسألة معنا من موسكو مراسلنا فادي صالح فادي إذن آخر المستجدات حول سبب وفاة نافالني حتى الآن لم تظهر نتائج الطب الشرعي الذي من المفترض أن يؤكد السبب المباشر لوفاة نافالني ولكن في آخر المعلومات تم التأكيد أن فرق الإنعاش والإنقاذ قامت بعملية الإنعاش لنافالني لمدة ثلاثين دقيقة دون التمكن من إنقاذ حياته وأيضا كان هناك تصريحات سابقة تؤكد أن نافالني لم يكن يعاني من أي أعراض صحية خطيرة وهذا يمكن أن يؤكده أيضا أقرباء نافالني الذين لم يطالبوا بإجراء أي فحص لنافالني خلال فترة سجنه أو بالأصح خلال الفترة الأخيرة كما تقول المعلومات فإن نافالني قد مات وذلك بعد قيامه بالجولة اليومية الاعتيادية في باحث السجن حيث شعر بتوعق وهذا الأمر أدى إلى سوء حالته الصحية مباشرة وحاولت فرق الإسعاف إنقاذه ولكن دون جدوى وما أدى إلى وفاة نافالني في سجنه في هذه الفترة التي كان من المصرط أن يقضي فيها نحو 19 عاما في هذا السجن بعد الاتهامات التي وجهها إليه القضاء الروسي فادي هل من ردود فعل رسمية صدرت حول هذه المسألة حول وفاة نافالني وحتى وسائل الإعلام كيف تناقلت هذا الخبر نعم لنا ردود الفعل هي في الحقيقة كثيرة وخاصة عقب التصريحات الغربية كان هناك تصريح من قبل المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الذي أكد أن التصريحات الغربية هي تصريحات غير مقبولة وطالما أنها لم تظهر نتيجة الطب ونتيجة الفحص نتيجة الطب الشرعي أيضا ونتيجة الفحص الطبي لنافالني لتحديد سبب الوفاة فإن كل التصريحات الغربية هي تصريحات غير مقبولة أيضا السفير الروسي لدى النمسا أرسل برسالة وصفت بشديدة اللهجة وذلك اتقادا للتصريحات التي أدل بها رئيس البلاد حول الاتهامات التي وجهت لروسيا بأن سبب وفاة نافالني يعود إلى اتهام روسيا بأنها هي من تقف وراء سبب وفاة نافالني وهذا الأمر الذي ترفضه روسيا لأنها تنتظر عمليا نتائج التحليلات ونتائج الطب الشرعي أيضا كان هناك تصريحات من قبل الدومة رئيس مجلس الدومة فيجسلاف فالودين أكد أن بروكسل وواشنطن هي في الحقيقة من تقف وراء موت نافالني وليس روسيا وأكد أن هذا الموت المفاجئ هو يصب في مصلحة دول الغرب أيضا كان هناك تصريحات من قبل الخارجية الروسية التي دعت واشنطن إلى ضبط النفس بدلا من توجيه الاتهامات بشكل عشوائي وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا قد أكدت في وقت سابق أن سرعة الاتهامات التي وجهت من قبل الغرب إلى روسيا هي تثبت تورط الغرب في موت نافالني فيما يتعلق بوسائل الإعلام والمحللين الذين علقوا على هذا الأمر لم يكن تعليقهم بعيدا عن التصريحات الرسمية حيث قيل أن هذا الأمر ربما يكون الغرب هو سببه والغرب هو وراءه وقاموا بإشعال هذه الشرارة في الحقيقة كما وصفوها لأن هذا الموت لا يصب حاليا في مصلحة روسيا وبالتحديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي ستكون قريبا إذن روسيا بشكل عام بتصريحاتها الرسمية تدعو للانتظار ليتم ظهور نتيجة الطب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة نافالني شكرا لك فادي صالح كنت معنا من موسكو اشتركوا في القناة شكرا لك